تحكي أم سلمة رضوان الله عليها فتقول في ليلة وإذ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسلي نفلا بالليل قياما ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قالت فوقف يسلي في حجرتي نفلا لله ففوجئت به يرجع إلى الوراء خطوة فانتبعت وركزت بصري علي رسول الله يتحرك في صلاته أمر عجيب وواردة غريبة فشككت في نظري انظر إلى أدب نساء النبي رضي الله عنهن جميعا قالت فدققت النظر فلما وقف ليأتي بالركعة الثانية إذ به يخطو إلى الأمام خطوتاي فتأكد أنه يتحرك في صلاة فلما أتم صلاته وسلم أسرعت في اتجاهه وجلست بجواره ووضعت يدي على كتفه الشريفة وقلت له يا رسول الله خلتك كأنك تتحرك في صلاتك شوف الأدب لم تقبع في قوله رغم تيقونها أدب نساء النبي خلتك خلّل إلي كأنك تحركت في صلاتك أقد حصل يا رسول الله قال إي وربي يا أم سلم قالت وما سر حركاتك رجوعك وتقدمك قال في الركعة الأولى وأنا في صلاتي إذ بربي يفتح لي أبواب النار فرأيتها رأي العين حميمها ودخانها وغسلينها ونيرانها وجبالها وأرضها فخشيت على نفسي من شدة حرها فرجعت إلى الوراء خطوة النبي في صلاته شاهد النار أنظر إلى درجة الخشوع والإخبات بين يد الله أما في الركعة الثانية ففتح ربي لي أبواب الجنة فرأيت عن عقيدها تتدلى فيها فخطوت إلى الأمام وأمسكت بعنقود عنب وأردت أن أطفه لأحضره لك لتأكل يا أم سلمة وتعطي بقية الناس فأشارت لي ملائكة الجنان ليس الآن يا محمد فإنك ما زلت في الحياة الدنيا فإنك ما زلت في الحياة الدنيا